السلام عليكم ورحمة الله يهود الدونما أو جمعية الاتحاد والترقي أو تركيا الفتاة معروفة عند الكثيرين من أنها المؤسسة اليهودية العلمانية الماسونية اللي أدت إلى نهاية الدولة العثمانية اللي أسسها قصة غريبة جداً يهودي اسمه شبتاي تسفي حاخام ادعى أنه هو المسيح المنتظر وجمع تلاميذ حوله طبعاً في البداية الحاخامات حاربوا والدولة العثمانية سجنته وحاكمته وادعى الإسلام أظهر الإسلام حتى يغرب من العقاب وسمى نفسه محمد عزيزي أفندي وأيضاً أتباعه من اليهود أظهروا الإسلام لكنهم كانوا يحيكوا المؤامرات ضد الدولة العثمانية لغاية ما تزايد نفوذهم وسيطروا على الدولة وصار عندهم قوات وجيش وأرغموا السلطان عبد الحميد الثاني رحمة الله عليه على التنازع عن السلطة على يد اليهودي ابنهم قرصوا واستمروا في هذه الإجراءات لغاية إنهاء الدولة العثمانية